الفيديو اللي فات شفنا ايه هو وازاي ان انا اعمل وحاجة دي كلها شفناها في الفيديو ده هنعرف حاجة مهمة جدا 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 اسمها من اسمها كده خاصة باللوجيك ليه هو حاجة او حاجة انا عايز مثلا اكتشيك على two conditions حاجة زائد حاجة او the or the not equal وال رائد ial owe هم دول leogical operator هده اتشيك على حاجة او حاجة مع بعض هده اتشيك على condition حاجة او حاجة ثانية وnot equal يعني bodies ان اصلا مش موجود او تعالي نشوف بخミصة لحاجة زي كده عايز اعمل مثلا application ده بيتوب variables الvariables دول بتشيك لو واحد اكبر من التاني او الاتنين قد بعض او واحد بتنفز والتاني لا كل ده هنشوفه مع بعض اوكي ده اخر حاجة احنا كنا عملناها خليني اعمل جديد اسميه اكس وقوله انت بتاكول مثلا وليكن سبعة واعمل جديد واسميه واي وقوله مثلا باكول تمانية واعمل جديد اسميه زد وقوله انت بتاكول تسعة كده احنا عملنا عادي جدا محتاج الوقت اعمل اف كوندشن ازام تعودنا وقوله اف كوندشن والله انا عايز اتشيك لو الاكس اكبر من الواي والواي اكبر من الزد او مثلا العكس ان انا اتشيك ان الزد اكبر من الواي والزد اكبر من الاكس فعزي نتشيك على الكوندوشن ده فهقول له مثلا خليني أقول لو الواي حلو أكبر من الـx في الكوندوشن ده هو بترو يعني ايه بترو؟ لأن الواي بتمانية والـx بسبعة فبالتالي الواي أكبر من الـx وعايز أقول له الواي أكبر من الزد الكوندوشن ده هيرجع ايه؟ هيرجع فولز ليه؟ لأن الواي بتمانية والزد بتسعة فالواي مش أكبر من الزد في هذا المثال سأقوم بمثلاً سأقوم بمثلاً بمثلاً سأقوم بمثلاً أن الـ Y أكبر من X والZ لكن ما سيحدث هو أن هذا الوضع لا تحقق نعمل في الوضع هنا يظهر لي أوضبط فادي ما سيحدث ما سيحدث هو أنه يقوم بمثلاً دخل على الوضع لا أن الوضع لا لا يتحقق مع أن هناك شرط متحقق هنا يعني الـ Y أكبر من X ده فعلاً شرط true بس هو اللي يرجع false لأن الـ and لما بتخش الـ operator ده اسمه and علامة and وأضيف منها 2 معناها أن هي and ده لما بتخش على أي شرط معناها أن لازم الشرطين يتحققوا لازم Y تكون أكبر من X والY برضو تكون أكبر من Z عشان أبرنت الـ line ده طيب لو جيت هنا أشلت الـ and وعملت الـ or or هي الـ character أو العلامة موجودة على طول fall enter في or هنا هو يتشك يا ده يا ده يا الـ condition الأولاني يا الـ condition الثاني لو في شرط منهم واحد يتحقق فهيريترن إيه هيريترن true فبالتالي فعلاً ريترن true وقال لي أن Y is greater than X يبقى هنا كده شفنا عايز أتشك برضو على أن Y أكبر أو مثلاً أقول له X أصغر من Y بالشكل ده or أو and بقى sorry and X أصغر من Z في الـ condition ده اللي هيتحقق هل X أصغر من Y X 7 Y 8 ف الـ condition true طيب هل X أصغر من Z X 7 Z 9 ف برضو بترتن true فهروح هعمل إيه هروح هعمل print lin وقول له مثلاً is the smallest number بالشكل ده وهعمل run ففي الـ condition ده طبعاً هو دخل على أول condition ليه لأن أول condition true لأن هنا Y أكبر من Z Y Y أكبر من X و Y أكبر من Z فممكن أخلي مثلاً الـ condition ده ممكن نشيل الـ condition كده Y أكبر من Z فهي لأن Y بـ 8 و Z 9 فهيخرج بره الـ condition ويروح على else F فهو هنا طبعاً أول مرة خد بلك أن F و else F و else هي شرطية لو في شرط تحقق خلاص هو هينفز لجوه وهي cancel الباقي هيد لجيت الباقي أو هيتجاهل الباقي فأنا لازم أخلي أول condition يكون بفولس عشان ما يدخلش عليه دلوقتي فعلاً أول condition بقى بيريتررن فراح دخل على else F بتقول لو X أصغر من الاتنين فنعمل الكلمة إن X is the smallest number جميل جداً ممكن دلوقتي نعملي ممكن خلينا نتشيك مثلاً على عايز أقول F لو مثلاً عايز أقول X not equal Y يعني X مش بتساوي يعني هو فعلاً مش بيساوي فهعمل ويقول X is not equal Y ويجي أعمل بالشكل ده فهيبرنت فعلاً وده معناه إن أو الابريتور ده بيقول إن شفنا 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 الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنتكلم أكتر برضو عن بعض بعد كده هنتكلم بقى عن شفكم إن شاء الله الفيديو ده كاية